اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي الاعداء طبعا فريق قسم الاعلام بادارة التسويق والاتصال المؤسسين حياكم الله معنا مستمعين ونبتدي معاكم ان شاء الله حلقتنا اليوم بواحد من المواضيع المهمة جدا لكن قبل هذا خلونا نذكركم بس باهم الشغلات عندنا موعد التأمين الصحي التمديد ماله رح ينتهي يا جماعة الخير مع نهاية هذا الشهر يعني اخر يوم لعدم فرض الغرامات واحد وثلاثين واثناش بعد واحد وثلاثين واثناش في مخالفات على عدم تأمين العمالة المنزلية عندكم فارجوكم توجهوا من اليوم ما في داعي تتريون له واحد وثلاثين واثناش يا جماعة الخير ترى الواحد ما يعرف شو ممكن يصيروا فانصحكم تتوجهون من اليوم على اساس تبتدون عملية تأمين العمالة المنزلية عندكم والموضوع بسيط جدا والجماعة ما شاء الله عليهم وفرة وحلول كبيرة في هذا المجال ايضا مستمعين معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي سيقوم يعني بعد قريب افتتاح مؤتمر الطوارئ وتدشين التوسع الجديد لمركز القوز لفحوصات اللياقة الطبية هذا طبعا ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي للاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة للمتعاملين في هذا المجال مراكز اللياقة الطبية يعني في هيئة الصحة مراكز متطورة جدا مراكز تقدم خدمات كبيرة ما نتعرف على هذه الخدمات ما نتعرف على هذه التوسعات الجديدة وأهميتها لإمارة دبي بشكل خاص وأيضا الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في هذا المجال مع الأستاذة ميسا البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي صبح شاء الله بالخير اختي ميسا ألو ألو صباح شاء الله بالخير اختي ميسا صباح النور والسرور أخي محمد شفح الله سلم اليوم ما شاء الله أنتم دائما تتحفون بأخبار توسعات وأخبار إنشاء مراكز جديدة اليوم عندنا يعني توسعات في مركز القوز لفحوصات اللياقة الطبية أنا يعني قبل أدخل في مواضيع الخدمات التي تقدمونها وكل الأشياء خلينا أبتدي بالموضوع الرئيسي اللي هو هذه التوسعات حدثين عن التوسعات الجديدة ودورها في تسهيل وتسريع تقديم الخدمة للمتعاملين بإظن الله تعالي اليوم بيكون في افتتاح توسعة مركز القوز التوسعة تقريبا مساحة تضاف إلى المساحة الحالية بيكون المركز تقريبا 22 ألف قدم مربع التوسعة الجديدة هي عبارة عن قاعات للمتعاملين أو المراجعين من فئة العاملين في المنازل خصصنا لهم أماكن معينة بالإضافة إلى خدمات العاجلة التي هي 24 ساعة وال48 ساعة وال4 ساعات طبعا التوسعة من شأنها استقبال لعداد أكبر من المتعاملين ووبيئة ثيابية وتخصيف أوقات الانتظار وطبعا الوصول إلى سعادة المتعاملين خاصة في المناطق اللي فيها زيادة في عدد السكان جميل تقريبا كم المساحة الذكرتية اختميسة المساحة الجديدة المساحة اليديدة هذه التوسعة عبارة عن تقريبا 17 ألف قدم مربع مساحة كبيرة والله مساحة كبيرة وفيها معدات طبعا التجهزات الطبية وأضفنا الجهزة الأشعة والخدمات الإدارية يعني فكل التوسعة تتناسب مع الأعداد اللي ممكن نستقبلها إضافة إلى الأعداد الحالية جميل أختي ميسة يعني إذا ما نتكلم بشكل عام عن الخدمات اللي تقدم من خلال مراكز فحص اللياقة الطبية نتناولها خدمة خدمة يعني أنت تحطينا الخيارات اللي موجودة عندكم خلنا نعرف للمستمعين أيضا كم مركز عندنا في إمارة دبي وين تتواجد وشو هي الخدمات اللي ممكن يتلقونا في هذه المراكز طبعا هي خدمات الياقة الطبية هي تختص بإصدار تأشيرة العمل أو الإقامة أو الدراسة الخدمات نحن مقسمين مواقع الخدمة إلى منطقة دبي وبر دبي في مراكز تقدم جميع الخدمات لجميع المراجعين الخدمات العادية وخدمات كبار الشخصيات والخدمات العاجلة متوفرة للمراكز الرئيسية اللي هي مركز المحيخة ومركز الراشدية وعدنا بعد مركز الصفاري خدمات كبار الموظفين بالإضافة إلى جميع المراكز الموجودة في المناطق الحرة اللي هي تخضع فقط العملاء والمكفورين من المناطق الحرة والشركات التابعة للمناطق الحرة. والهيئة طبعا عندها خطة توسعية. نحن حاليا عندنا تقريبا اربعة عشر مركز. الهيئة عندها خطة انه هي بعد تتوسع في مراكز الخدمة. الاستيعاب بالاعداد المتوقعة لاستقبال الحدث اه اكس بو عشرين وعشرين بإذنة الله كعالة. جميل. انتي يعني من بين الاشئة الذكرتها خدمات كبار الموظفين. شو هذي خدمات كبار الموظفين? اه خدمات اه كبار الشخصيات او كبار الموظفين هي موجودة في مركز الصفة حاليا وفي مركز اه قرية المعرصة. نحن نستقبل العملاء حسب الوظيفة. يعني اذا كان المراجع من كبار الشخصيات. اه ناخذه هناك اولوية لانهم هل الفئة طبعا فيها بعض الخصوصية وما عنده وقت ويبا يخلص. فنحن محددين لهم مواقع للخدمة لاستيعاب تحديدا هذه الفئة من المراجعين. جميل. في عنا خدمات تشتغل على مدار الساعة? عندنا مركز حيثنا يشتغل على مدار الساعة. اه. وفي عندنا بعد مركز يفتح لنا الساعة تتعة في الليل. ومركز الراشدية بعد لنا ساعة تتعة في الليل. وطبعا دائما هيئة الصحة عندها يعني قابلية لاستيعاب اه اعداد اكبر وبزيادة ساعات العمل اذا كانت المواقع الحالية اه يعني مثلا اوقات العمل لا تتناسب مع متطلبات الجمهور. فدائما الهيئة عندها خطط الاستقبال مراجعين في المراكز الحالية عند طرق بيادة ساعات العمل. جميل. انتوا عندكم بعد خدمة اه اختميسة لو يليت نسلط الضوء عليها اللي هي اه تنتقلون الى 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 اللي اللي تتواجد فيها الشركات وهذه خدمة مميزة. اه خدمة تواجد اه هي نرسل فريق العمل. اه الى مواقع الشركات او مواقع او اي حد يطلب هاي الخدمة سواء حتى اذا كان افراد او شركات او مجموعة من الناس في مكان معين. اذا هم حابين انهم يطلقون الخدمة في مكان تواجدهم في حدود امارة ادبي يسجل في الخدمة ونرسل لفريق العمل اللي عندنا ياخذ عنا العينات اه التحليل ونرسل للنتيجة اه خلال اه حسب نوع الباقة اللي هو مختارنا سواء كانت الباقة عاديا هو الاربع ساعات فنرسل للنتيجة وهو طبعا في مكان متواجد. جميل. يعني ما يعني ما يطير مواقع الخدمة لا في نفس المكان نرسل لحتى النتيجة في المكان اللي هم موجود فيه. جميل. اختياركم لموقع مركز القوز يا بناء على دراسة بناء على طلب اه يعني وهذه التوسعات اكيد اه هي 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 بناء على الكثافة الكبيرة اللي اللي اشهدها هذا المركز. اه مركز القوز هو طبعا في منطقة القوز العمالية. يعني فبتشوف ان سكنات العمال هناك في منطقة اه بردبي اكثرها متمركزة في منطقة القوز. صحيح. اه كثافة عمالية كبيرة شركات اه محتاجة الى ان تكون اه خدمة الياغة الطبية لاصدار تأشيرات العمل تكون موجودة قريبة من اماكن اه اه تواجد المباني. اه. الاساس ان الشركات بعد تكون لها قيمة مضافة من وجود مركز خدمي يعني يتناسب مع اه اه اماكن تكن العمال. بالاضافة الى انه طبعا بالنوال الاقتصادي فدبي. اه دائما اه طبعا النمو الاقتصادي عبانا عن مثلا اه شركات عن مؤسسات اه تطلب اه اه تقطاب اه اه ناس يعملون اه في شركات المقاولات او في شركات البناء او في عمالة اه تطلب عن اي زيادة في اه الاقتصاد او في الاستثمار فدبي يتطلب ان احنا نكون دائما مستعدين انه قدمت الياقة الطبية لهذه الزيادة. لمجارات المجارات هذا النمو الاقتصادي والنمو السكاني كذلك. صحيح صحيح. طيب اه اه انا يعني قبل لا اختم اذا عندك كلمة اخيرة خاف اني انا ما في موضوع كنت تبغين تتكلمين عنه وانا ما تطرقت له. كلمة اخيرة تبغين توجهين اختي ميسا. طبعا نشكر جميع الجمهور يعني ساعد صدرهم في اوقات الزروة اللي عندنا في بعض المراكز. ونحنا نراحط طبعا دايما في استفاراتهم في ملاحظاتهم في اقتراحاتهم لتحسين جودة الخدمة. ونحنا طبعا مستعدين نحنا نوفر لهم اي خدمة هم يطلبونها وهم محتاجين نحنا نوفر لها لهم يعني في اي وقت وفي اي مكان. وهي الصحة يعني مهم قصرة. نحنا دايما عدنا خطة توسعية سنوية. اه بواقع اشتتاح مركز او اه استحداث باقة خدمية للجمهور. جميل جدا. سادة ميسة البستاني مدير ادارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة في دبي. نحن شاكل لك هذه المداخلة وهذه التوضيحات. شكرا جزيلا لك وبالتوفيق. اذا مثل ما خبرناكم مستمعينا اليوم اه معالي اه رئيس مجلس الادارة معالي احميد اه محمد القطامي المدير العام لهاية الصحة في دبي سيقوم باذن الله بتتشين التوسع الجديدة لمركز القوز لفحوصات اللياقة الطبية وهذا مثل ما ذكرنا ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة في دبي للاستجابة السريعة لاحتياجات متزايدة للمتعاملين في هذا المجال وايضا مواكبة للاحداث والنمو الاقتصادي والسكاني لامارة دبي. فاصل مستمعين لن ناصر ناصر محمد سريم يعصب علينا فنطلع فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم وحياكم الله معانا مرة ثانية مستمعين الكرام واهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن قبل الفاصل كنا نتحدث عن مراكز اللياقة الطبية لكن الآن سوف نتوجه إلى واحد من المعالم الصحية المهمة والمراكز البارزة على مستوى المنطقة وما بابالغ إذا قلت على مستوى الشرق الأوسط هو مستشفى راشد. مستشفى راشد في العديد من الأقسام التي تحوي الكثير من الإنجازات مستشفى راشد يعد أحد أهم المؤسسات الصحية في إمارة دبي وحققت النجاحات متميزة على مستوى المنطقة مثل ما قلت في مجال تقديم خدمات طبية تخصصية خاصة في مجال جراحات العظام والمفاصل طبعا باتت الوجهة المثالية لطالبي العلاج والاستشفى في هذه المجالات بالتحديد يعني الله يبعد عنكم إن شاء الله الحوادث والإصابات في مستشفى راشد صار واحد من المراكز اللي الناس كلهم يعني يحاولون إنهم يتواجدون في هذا المركز لكن عندنا قسم جراحة اليد في مستشفى راشد الأطباء اللي موجودين في هذا القسم تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من إعادة صبع مبتور بالكامل لمريضة من الجنسية الأسيوية في العقد الثالث من العمر لا وفوق هذا ترميم إصبعين آخرين أصيبا كذلك بتهتك حاد في الأنسجة بسبب سوء استخدامها للألعاب النارية طبعا موضوع الألعاب النارية هذا موضوع نحن نتكلم عنه إن شاء الله نشوف إذا في أحد من الضيوف من الجماعة في الشرطة ممكن يتداخل معانا زيد على أساس نوعي الناس بهذا الموضوع لكن هذه واحدة من الحالات اللي يتعامل معاها قسم جراحة اليد في مستشفى راشد وغيرها الكثير من حالات البتر والإصابات وتهتك الأطراف والإنجازات اللي حققوها في هذا المجال طيب الآن أنا بصلط الضوء على هذا الموضوع بتكلم عن هذه الحالة وبتكلم أيضا عن الإنجازات اللي تحققت في هذا القسم مع الدكتور خالد العواضي الدكتور خالد العواضي هو استشاري ورئيس قسم جراحة اليد في مستشفى دبي صباحك الله بالخير دكتور الله صباحك بالخير أخي دكتور يعني الآن تعرف شو الواحد ما كان يتخيل أنه ممكن قطعة من جسمه نعم تنقطع ويردون يركبوا ليها مرة ثانية تماما صباح كامل مبتور تماما وركبتوا لي هذه المريضة أول شي خبرنا عن الحالة كيف وصلت لكم شو هي الحالة بالضبط وكيف قدرتوا أنكم تعالجونها نعم المريضة مثل ما قلت هي من الجنسية الأسوية في العقدة الثالث من عمرها كان عندهم مناسبة اجتماعية دينية في بلادهم ويسوونها في الإمارات عندنا كانوا يلعبون بالمفرقعات الألعاب النارية ديوالي ما دلشي يسمونها بالضبط فكانت بالصدفة كانت موجودة في المناسبة هذه وحط حط المفرقعة في إيدها وقالها ارمي وهي تفاجأت بالموضوع وقبل ما ترمي انفجر المفرقعة في إيدها فمع الأسف كان الإصابة شديدة جداً كان تهتك شديد في إصبع الإبهام الأنسجة كلها كانت مقطوعة الأعصاب والشرايين فقدت جزء كبير من أنسجة الإصبع الثالث والرابع العظم كان كامل مكشوف الشرايين والعصاب فقدت منها الإصبعين فطبعاً إحنا الأولوية عندنا أن ننقذ إصبع الإبهام فوصلتنا المريضة في اليوم صار فيها الإصابة الساعة 11 بالليل اتصلوا بنا من قسم الضوارع طبعاً الإصابات هذه تعتبر إصابات بليغة ولازم التدخل فيها مباشرة ما نقدر نخلي المريضة اليوم الثاني صحيح نظفنا الجرح وأول ما وصلنا إلى المستشفى نظفنا الجرح وغسلنا حددنا الأنسجة المتهتكة طبعاً كل العضلات التي كانت في إصبعها تهتكت الأعصاب انخلعت من المصدر ماله الشرايين من فقط انقطعت لكن جزء منهم فقدت فإحنا ثبتنا للعظم صلحنا الأوتار زرعنا العصب مرة ثانية وأخذنا الشريان من مكان ثاني وزرعنا للإصبع هذا وصكرنا الجرح بطريقة بحيث أنه ما يضغط على الأنسجة الموجودة تحتها وسبحان الله الحمد لله الإصبع وصل الدم حطيناه تحت المراقبة الفائقة بحيث أننا نتابعها كل ساعة إذا صار لسمح الله أن الدم توقف في إصبعها نجيبها مرة ثانية العمليات والحمد لله الدم ظل ما استمر في الإصبع الإصبع عاش جبناها بعد يومين العمليات عشان الأنسجة المتهتكة في الإصبع الثالث والرابع وأخذنا نسيج من الحوض وغطينا الإصبعين هذا جميل دكتور عملية أنا أركب صبع هي عملية دقيقة جداً يعني فيها حتى الشعيرات وفيها تفاصيل التفاصيل هذه الواحد ممكن يركبها كم استغرقت منكم العملية؟ العملية الأولى استغرقت استغرقت عفوا تقريباً خمس لخمس ساعات ونص بدأنا الساعة 11 بالليل خلصنا على الساعة خمسة تفير ما شاء الله ما شاء الله عليكم العملية الثانية بس كانت مجرد والعملية الثانية كانت مثل ترقيع تقطيع الأنسجة فأخذت تقريباً ساعتين ونص بعد سويناها بعدها بيومين جميل دكتور هذه حالة واحدة من الحالات اللي أنتوا قابلتوا أنا أتذكر من فترة بعد كذلك كان عندكم إنجاز بس والله ما أتذكر الحالة شو كانت بس كانت بعد مسألة صعبة جداً الآن جراحة اليد في بعض الدول دكتورة هذا يكون له ناس متخصصين بالتحديد هم ينفصلون تماماً عن الجراحة العامة كذلك كتخصص دراسي في مجال جراحة الأظام في مستشفى راشد في قسم كامل خاص بجراحة اليد نعم ليش نحن خصصنا هذا القسم؟ هل هناك الكثير من هذه الإصابات اللي أنتوا شاهدوها لدرجة أن كنا محتاجين لهذا القسم؟ نعم جراحة اليد هي مو بعبارة عن فقط عظام أو كعضو اليد مو فقط عظام هي عبارة عن أنسجة مختلفة كثيرة تبدأ من الجلد ونروح للعضلات اللي تحت الجلد للأوتار لتحرك الأصابع للشرايين للأعصاب وبعدين يني العظم طبيب العظم أكثر متخصص في مجال العظم متثبيت العظام وممكن يصلح الأوتار جراحة تجميل أو المتخصص في الجراحات المكروسكوبية أكثر قدرة على أنه يصلح الشرايين والعصاب فهذا يقدر على يسوي شيء والثاني قادر يسوي شيء قبل كان شو يسوي لو كان مريض عنده إصابة يد من ثلاثين أربعين سنة قبل يتصلون بطبيب العظم يثبت العظم بعدين ييد جراحة تجميل يصلح الشرايين والأوتار بعدين ييد الجراحة العام يمكن ويسكر اليرح فكان المريض يتوزع على ثلاثة أربعة تخصصات كانت النتيجة زينا لكن مبل النتيجة الممتازة فصارت الحين نجمعهم كلهم في تخصص واحد اسمه تخصص جراحة اليد فصار طبيب العظم بعد ما يخلص التخصص مال العام تخصص العظم يتخصص سنة أو سنتين في جراحة اليد فيتعلم ليس فقط العظم يتعلم الجراحات المكروسكوبية وجراحات ترميم الشرايين والأعصاب طبيب التجميل نفس الشيء بدل ما يسوي فقط الشرايين والأعصاب يتخصص سنة زيادة فوق التخصص التجميل يتخصص في مجال جراحة اليد ويتعلم ترميم العظم ممتاز دكتور تسمح لي أخذ هذه المداخلة من أبو ندا تفضل أبو ندا صباح الخير أخو ربع أحمود الله يسلمك يا هلا صباح الخير دكتور صباح الخير أخي ما شاء الله برامجكم يعني أحسن برامج وأحسن مستشويات عالمية ناس من خارج يتعالجون عندكم ما شاء الله الله يبارش فيك على الإنجازات الرائعة الذي عندكم قبل فترة ركبتون شدف واحد يدي كبرى من فصلة ركبتونه وحين بعد الحرمة مكسور صباحة أنا في طال عمرك عاني كل أوجاع في المفاصل نعم يعني وحين يعني حتى ما أقدر يعني أمشي ولا أقدر أنام جهة وحدة أنام جهة وحدة الريل توجعني نعم بسبب المفاصل طال عمرك نعم أحين أنا عندي بعض سكر بعد طال عمرك ما أعرف هذا هل من السكر أو لا هذا من الأحصاب وأنا كنت قبل فترة بعد تويت عملية ما الفقرات عندكم في مشتشفى الراشد بعد يعني أحسن مشتشفى عالمي طال عمرك مشتشفى الراشد يعني الله يطاول عمر الشيخ محمد الراجد والمسؤولين يعني ما قصروا يعني زالهم الله خير يعني مشتشفى عالمي يعني ما شيء مثله بعد في شرق الأوسط نعم عندك سؤال حق بنادى دكتور أخوي ألام المفاصل عندك فقط في الركبة ولا في الإيد بعد دعا ألام المفاصل عندك أخوي هي في الركبة فقط ولا في الإيد بعد والله طال عمرك هذا الألام يعني من زمان يعني نعم أحين من أثرة شهر أو أربعة شهر تقريبا نعم أكل كلشو وما كلشو وأكل بعد الحبوب كله من العسل هذا اللي كنت أخذ ابو ندى كله من العسل أه نعم ايه يزاك الله خير يا ابو ندى مشكور مشكور على المداخلة هذه فرضى الدكتور نعم آلام المفاصلة تكون أسبابها كثيرة منها التقدم في العمر الاستعمال زايد المفاصل هذه العدم مراعاة الوزن الزايد كلها تأثر خاصة أن ابو ندى أيضا يعاني من السكر من السكر صحيح فالآلام اللي تكون في الإيد إحنا ممكن نبدأ أولا نشوف الأشعة هل في تآكل في الغضاريف الواحد ممكن يبدأ بالعلاج الطبيعي لو الغضاريف ممتآكلة ممكن نحقن كورتيزون ممكن نحقن صفايح الدموية تساعد على أن تخفف الآلام صحيح وفيه علاجات اللي هي نقل المفاصل احنا ممكن نسو هذا بعد للمرضى جميل نحن نتخص مرة ثانية في جراحة اليد ونرجع لهذا المرضى نعم بس بعد ما نوقف مع فاصل قصير مستمعينا للتواصل معنا على الأرقام ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسال نصية على أربعة صفر صفر ستة فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا كرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي قبل الفاصل كان عندنا لقاء وما زال هذا اللقاء مستمر مع الدكتور خالد العوض استشاري ورئيس قسم جراحة اليد في مستشفى راشد تحدثنا عن إنجاز حققه في القسم بإعادة صبع مبتور بالكامل لأحد المريضة من الجنسية الأسيوية أيضا تكلمنا عن تخصص جراحة اليد دكتور ونتكلم الآن حقيقة عن العديد من العمليات التي تقومون فيها لديكم في قسم جراحة اليد أيضا تقنيات متطورة جدا للتعامل مع العمليات الدقيقة مثل أجهزة المايكروسكوب ومناظير المفاصل أنا أسأل كيف ساهمت هذه التقنيات في رفع نسب نجاح العمليات الجراحية وهميتها في تسريع الشفاء للمرضى وأيضا دكتور هل القسم مزود بأمانة يعني من غير ما نحن نمدح هل القسم مزود بأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال بحيث أن نحن مو محتاجين نسافر للعلاج في الخارج؟ نعم أولا نتكلم عن قسم جراحة اليد بدأ من 2013 كان نظرة من الإدارة شافوا أن عدد المرضى كثير ومحتاج أن ناخذ التخصص هذه الخطوة المستقبل كان جراحة اليد قبل ما كان يولنا مرضى أصابات اليد كان الطبيب العظام يسوي جزء من العملية طبيب الشرايين يسوي جزء من العملية والتجميل يسوي جزء ثاني من العملية فقالوا لأن المريض يالس تشتت ما بين التخصصات هذه خلنا نسوي قسم واحد متخصص فقط في هالمجال فبدأنا هالقسم من 2013 جمعنا الدكاتر اللي عندهم الرغبة والتخصص في هالمجال وضميناهم في قسم واحد صرنا نقدم الخدمات بصورة أسرع الإصابات هذه كل ما أنت تعالجها في ساعات بدل أيام تعطيك نتيجة أحسن من المشاكل التي تواجه المريض لأصابة اليد أن يصير عندهم تليف في الأنسجة والمفاصل تصير الحركة حتى بعد العملية تصير الحركة الصعبة كل ما تسرع في العملية كل ما تكون نتيجة أحسن والوظيف استرجاع الوظيفة يكون أفضل فهذا اللي احنا قدرنا نتمكن منه خلال هالمدة قسم جراحة اليد بدأ 2013 بدكتورين صرنا الحين سبعة دكاترة عدد العمليات اللي نحن نسوه 2015 وصلنا بأكثر من 1500 عمليات فقط في جراحة اليد صار رابع أكثر قسم مزدحم في مستشفى راشد من عدد العمليات الإمكانيات اللي وفرتها الإدارة والمستشفى ما نقصره صراحة كان عندنا جهاز ميكروسكوب صار عندنا جهازين ميكروسكوب صار عندنا أجهزة أشعة متنقلة يعني ممكن نسوي الأشعة للمريض في المكان اللي نحن نباه إذا في القسم أو في غرفة العمليات صار عندنا جهاز للمناظير المفاصل الصغرة قبل لو كان عندنا إصابة في مفصل الإيد كنا مثلا نفتح المفصل عشان نشوف شو نوع الإصابة الأشعة تبين لكن ساعات الأشعة ما تبين كل التفاصيل الدقيقة لو تروح بالمنظار داخل المفصل تقدر تشوف كل جزء من المفصل هذا المنظار صار يوفرنا لهالشي فقدرنا نسوها الأشياء بدل ما ندخل لعملية كبيرة فهذا يساعد أن فترة النقاه المريض تكون أكثر وأن يرجع لوظيفته أسرع صحيح أحيانا الدكتور يعني يكون أهل المريض تماما فيه تعرف يعني تصير لهم صدمة حد من عيالهم ولا كذا صارت صار عنده صارت عنده إصابة قوية يحط في بالي يقول لا أنا بسفره برع أنا لازم أسفره برع فما أدري هل بالفعل نحن محتاجين أن نحن سفر عيالنا برع في حين أن الدولة قاعدة تستثمر مثل هذه المبالغ ومثل هذه الاستثمارات في الأطباء اللي موجودين عندنا مثلك شرواق دكتور مواطن يقدم هذه الخدمات في هذا التخصص يعني القوي ذكرت لي والله كمية عمليات كبيرة دكتور شو نسب النجاح في هذه العمليات؟ نسب النجاح عالية في مجال زراعة الأصابع بعد البتور الأصابات اللي تكون حادة أن ما في تهتك شديد في الأنسجة نسبة النجاح توصل تسعين بالمئة تقريبا حتى الإصابات اللي فيها تهتك شديد احنا نحاول لكل المرضى أن نرد لهم الأصابع خاصة للإبهام لأنه إصبع أساسي في الإيد ردهم أصابع هذه ونسبة النجاح بعد عالية ما بين 75% لـ 80% احنا صرنا نسوي عمليات نوعية ما كانت تتصير قبل 2013 عمليات نقل الأنسجة والزراعة الأنسجة يعني عندنا كثير من المرضى ما فقط فيه جراحات اليد احنا الآن القسم عندنا جراحة اليد والجراحات المكروسكوبية فصرنا نسوي عمليات نقل الأنسجة للأطراف الثانية مثلا المريض اللي عنده تهتك شديد في الأنسجة بعد الكسر في ريلة نزرع الأنسجة من الظهر ناخد نسيج مع الشريان ماله ونزرع له ونغطي اليرح ممتاز قبل المريض كان يقعد بعد ما الكسور عنده تتثبت ويحطوا له غيارات عشان نتشط الأنسجة فيبدأ يتكون اللحم الأحمر وبعدين يغطون اليرح كانت العملية هذه تاخد يمكن شهر لشهرين لحد ما اليرح يتغطى لا بالعمليات المكروسكوبية هذه ناخد نسيج من الظهر ونغطي اليرح خلال الأسبوعين المريض يكون طالع من المستشفى جميل أنا دكتور ليش أسأل هذه الأسئلة لأن بالفعل أبغي أصلت الضوء على المجهود الكبير التي تتقومون فيه في مستشفى راشد وحتى في مستشفيات الهيئة ككل لأن هناك مجهودات كبيرة يقومون بها هؤلاء لطبها يحاولون قدر الإمكان أنهم يوجدون الحلول المناسبة لسرعة استشفى المرضى أيضا دكتور اللهم لك الحم سمعت مستشفى راشد الآن سمعة قوية جدا في مجال مركز الإصابات والحوادث اللي يستقبل أكثر من 450 حالة طارية من مختلف إمارات الدولة إذا ما تحدثنا عن استقبال الحالات بعض هذه الحالات تكون خطيرة جدا دكتور أبغي أتكلم الآن يعني كيف أنتوا كي طباء تتعاملون مع هذه الحالات وهل هناك في فرق طبية أنت ذكرت أن هناك بعض التعاون ما بين الأخصام لكن في مثل الحالة اللي ذكرناها في بداية الحلقة الساعة 11 يا أبوكم كلكم نعم وستمرت لين الساعة 5 الفير قلت لي نعم أبغي أعرف هذا التعاون اللي يتم ما بينكم حيانا فيه إصابات تكون فيه أكثر من اليد من الرجل الواحد ما يعرف وين ممكن تكون إصابة فأبغي أتكلم أعرف الناس عن طبيعة العمل في مركز الإصابات والحوادث نعم مركز الحوادث لدينا في مستشرة من أفضل المراكز الموجودة في المنطقة لا شك نحن لدينا شيء يسمى بوليترومات تيم أو فريق للإصابات الكبيرة الفريق هذا متكون من الجراحي العضاء والجراحي العامي الجراحي العامة الشرايين العصاب إينا حالة عنده إصابة متعددة في أنسجة مختلفة من الجسم التيم هذا كل يجتمع ويفحص المريض فحص كامل ويشوف شو الإصابات عندنا الحياة قبل كل شيء فحياة المريض أهم شيء فهذا أول شيء نهتم به بعدين الأطراف إذا الأطراف مصابة بإصابة شديدة ندخل المريض على طول العملية عشان نحاول نرد الإصابات هذه ونرمم الأنسجة هذه فالتيم هذا أنقذ حالات كثيرة الحمد لله وشغل يتوزع بطريقة هارمونية متناسقة بحيث أن المريض كل واحد يشرف عليه بصورة ممتازة أنا بس كنت أضيف نقطة بالنسبة للعلاج في الخارج نعم إحنا الحمد لله عندنا الإمكانيات وعندنا الخبرات أن نعالج معظم من الحالات لي ما نمنع المريض يروح أي مكان قام ويونه من برع الدكتور قام ويونه من برع أنا أتذكر حالة من الحالات اللي إحنا عالجناها بس من غير ذكر أسماء واحد من الرياضيين معروفين عندنا في الإمارات كان صارت لإصابة دراجة وعنده كان تهتك شديد في أنسجة الإيد والعظم إحنا قلنا لأول ما يقال أنا وباروح الخارج قلنا لأنا ما عندنا مانع توكل على الله لو تبقى تروح ولكن لازم نعالج إيدك بأسرع ما يمكن قام وبعدين تتوكل سوينا للعمليات عالجنا أصابع إيده ورممنا الكسور اللي عنده راح برع بعدين العلاج عشان يسوي العلاج الدكتور لما تشاف الأشياء قال رد للدكتور اللي عالجك وكمل معاه سبحان الله الريال هذا ما شاء الله عليه يعني بعد ما رجع مع العلاج الطبيعي أمورها صارت ممتازة دخل سباقات رياضية باسم الدولة وما شاء الله فازها على المركز الثالث على المستوى آسيا وأمورها طيبة ما شاء الله يعني هذه الإمكانيات نحن نقدر موفرها في البلاد جميل جميل دكتور شو هي الأمراض اللي تحتاج أمراض اليد اللي تحتاج تدخل جراحي كثير من الإصابات اللي تصير في الإيد أو الأمراض اللي تصير مثل تليف المفاصل الروماتزم خشونة المفاصل نحن نقدر ندخل فيها غير جراحية إجراءات غير جراحية وعمليات جراحية ممكن نحقن كورتيزون والبلازما ممكن نحقن في المفاصل عشان نخفف الآلام ونرجع الليونة في المفاصل وإذا المفاصل كانت فيها خشونة متقدمة نسميها ممكن نحن نغير المفاصل هذه ونسو تبديل المفاصل من الأشياء اللي تصير في الإيد الأورام وفيه أورام حميدة وأورام خبيثة وكلنا نقدر نعالجها فيه حد يسأل عن شلل الضفيرة العضيدية للأطفال عندك فكرة عن هذا الموضوع دكتور؟ نعم فيه أعصاب كثيرة في الإيد تصير عندهم شلل أو ضعف في الأعصاب هذه بسبب تهتك في الأعصاب إذا قد تكون بسبب إصابة أو أثناء الولادة نسميه فلو صارت أثناء الولادة نحن نشوف المريض ونتابع لمدة ثلاثة شهر هل فيه تحسن؟ معظم الأعصاب هذه تتحسن مع الوقت لكن لو ما فيه تحسن ندخل جراحيا فيه عمليات نقل الأعصاب فيه عمليات نقل الأوتار إذا كان جزء من الأعصاب هذه التالف والأعصاب الثانية سليمة فننقل الأوتار للمرضى هذون فيه عمليات كثيرة ممكن نصلح بيها الوظيفة أنا سمعت عن عمليات تجميل الدكتور يسوونها في الويه يسوونها في البطن في بعض أجزاء الجسم لكن في الإيد فيه حد يسوي عمليات تجميل في الإيد؟ نعم مثل ما قلت أنسجة الإيد أنسجة مختلفة من اليل للعظم ساعة كثير ناس عندهم تصبغات في الجلد أحنا ممكن نعالج هذه عن طريق الليزر فيه عندهم ضمور في الأنسجة الفقدان الشحم مع العمر فتصير العروج والأوتار واضحة ممكن نحق نفلر في هالأشياء فهذه الأشياء التجميلية الواحد ممكن يسوها في اليد طيب سؤال يقول هل فيه أوتار في اليد يمكن أن نستغني عن وظيفتها؟ الله خلق كل شيء لوظيفة بس فيه وظائف مهمة وفيه وظائف ممكن الواحد يستغني عنها ففيه ناس عندهم مثلا شلل في الأطراف وفقدوا في الحركة بسبب ضمور العصاب فممكن ننقل أوتار تسوي وظيفة معينة لوظيفة ثانية جميل دكتور أنا يعني ما أملك إلا أني أتوجه بالشكل الجزيل لك فيه نفس السؤال شو أباسل عن شلل الضفيرة العظيدية للأطفال وشو نسبة النجاح للعمليات لها الدكتور جاوب على هذا السؤال دكتور خالد العوضي استشاري ورئيس قسم جراحة اليد في مستشفى راشد نحن نشكرين لك هذا التواجد وإن شاء الله ما تقطعنا إن شاء الله نشوفك دائما دكتور الله يبارش فيكم مشكورين على هذا الاستضافة والبرنامج الطيب إذا كلا خير دكتور خالد وأيضا كنا نتحدث مع الدكتور خالد عن مركز راشد للإصابات والحوادث نحن نتوجه مستمعينا إلى مؤتمر مؤتمر خاص بالطب الطوارئ هذا اللي تنظم جمعية الإمارات الطبية وبدعم نهاية الصحة في دبي ومشاركة أكثر من 1200 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم زميلنا يوسف سعد موجود هناك صباحك الله بالخير يوسف صباح الخير محمود صباح الخير أعزائي المستمعين محمود أنا متواجد حاليا في فوند الانترا كونتنينتل قبل قليل مع اليحميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام نهاية صباحة دبي افتتح دورة ثالثة لمؤتمر طب الطوارئ المؤتمر كما ذكرت محمود يشهد حضور مكسف أكثر من 1200 مشارك وأكثر من 80 محاضر بخلال فورش العمل 11 ورشة خلال الافتتاح محمود معالي القطامي يأكد على أن دورة الإمارات بتولي طب الطوارئ بشكل خاص اهتماما بالغ وأن أقسام الطوارئ في جميع مستشفاتنا مزودة بأحدث وأفضل الأجهزة والتقنيات بيقوم عليها كمان نخب من الأطباء المتخصصين الذين يمتلكون قدرات فائقة للتعامل مع آية ظروف وآية أحداث معالي برضو أكد أن أطباء قسم الطوارئ وجميع العاملين بيتفانون في أداء رسالتهم المتصلة أو شديدة الصلة بأرواح الناس وإنقاذ أرواحهم والحفاظ على حياتهم المعاليكة أكد أيضاً أن دبي على وجه التحديد وهي تصحها تضع في خطتها الاستراتيجية استراتيجية التطوير طب الطوارئ وتطويره وتطوير أقسامه في جميع مستشفاتنا ومراكزنا في صدارة أعمال التطوير طيب يوسف المنتمر هل يصاحب معرض؟ هناك في معرض حوالي عشرين شركة متواجدة هنا محمود بتصدار مختلف التجهيزات وأحدث المستلزمات الطبية المستخدمة في أقسام طب الطوارئ طلعت على أوراق العمل يوسف المواضيع اللي سوف تطرح خلال المنتمر إذا أسعفك الوقت هناك؟ يعني منجز أوراق العمل إحنا عندنا حوالي 102 وراء عمل كلها محمود بتركز على خضايا طب الطوارئ الجديد والتحديات المستقبلية اللي بتواجه هذا النوع من الطب الحيوي الذي يشغل المؤسسات الصحية المسؤولة عن تطوير الصحة في مختلف دول العالم الأوراق العمل أيضا بتركز على الكفاءات والتنمية المهنية وتطوير الممارسات الطبية وأسليف العلاج السريعة المستخدمة في أقسام طب الطوارئ جميل جدا إذن زميلة يوسف سعد كان متواجد معنا في متمر طب الطوارئ الذي تنظمه جمعية الإمارات الطبية وبدعم نهاية الصحة بدبي شكرا لك هذه التغطية يا يوسف شكرا جزيلا شكرا لكم إذن مستمعين يعني وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في ميسج كان يقول ممكن أكلم الدكتور تحت الهواء أو رقم التواصل معه إن شاء الله الجماعة في الكنترول الحمد يليت بستخدين الرقم وتوصلين حق الدكتور خالد العوضي اللي حدثنا حقيقة عن قسم جراحة اليد والإنجازات التي تحققت في هذا القسم أيضا مستمعين نحن نكون متواجدين معاكم أعتقد يوم الأثنين مع طلاع الأسبوع القادم متواجد معاكم ونحط إن شاء الله مواضيع جديدة نتناولها معاكم لا تنسون يا جماعة الخير موضوع التأمين الصحي ما باقي شيء نبغيكم يا جماعة تأمنون العمالة المنزلية اللي موجودة عندكم في أقرب فرصة ليش؟ لأن المسألة وايد مهمة يا أخي أنت ما تضمن العامل اللي عندك يعني هذه على طاري جراحة اليد تقص بص الخدامة وتقص باعها تعال عالج الخدامة كم بتدفع؟ يا أخي أمن وريح عمرك من اليوم أمن ما تعرفين ممكن باجر أي حادثة تصير لا سمح الله وتضر أنك تدفع شفنا وايد قصص في هذا المجال شفنا وايد ناس استفادوا من التأمين وفي ناس تضرروا من مسألة عدم التأمين فما باقي شيء خلاص بعد يعني على بداية السنة اللي ديدة واحد واحد مخالفات ما أمنت بتخالف ماشي؟ لكن أنت بالقانون ملزوم أنك أنت تعالج العمالة المنزلية الموجودة الموجودة عندك عموما اللي يبغي يتعرف على تفاصيل التأمين ومكن أن يتواصل مع الجماعة في هيئة الصحة على الرقم 8342 8342 بيعطلوكم تفاصيل أكثر عن الشركات اللي تقدم هذه الباقات التأمينية وصلنا لختم حلقتنا اليوم كل الشكر لزملاي اللي موجودين معايا في السوديو شيمة تناك حمد المعيوف ونورة نورة المدني صح؟ نورة المدني وأيضا ناصر محمد سليم في الإخراج وهذه تحياتي وحدثكم محمود يوسف العلي وحتى نرقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم يوم الأثنين نتمنى لكم إجازة سعيدة جدا وطويلة يعني ويكن طويل ومشكور يا ميثة على دعمة دايم لنا ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي